اشتركوا في القناة شهر شوار طبعا فلكيا احنا ما اننا لرؤيته ولكن على اساس انتو تكونوا تعرفوا كيف احنا منعرف ولاد الشهر فلكيا مش لرؤيته طبعا اليوم القمر موجود في برج الثور في منزلة الدبران وهي سيئة لا تصلح الا للعداء والمشاكل ومن الافضل عدم البدء باي شيء جديد رح يمكث فيها القمر في هاي المنزل لغاية الساعة سبعة وخمسة عشر دقيقة مساء من مساء اليوم اللي هو الثلاثاء بعدها القمر بنتقل لمنزلة الهقعة وهي سيئة لا تصلح الا للاشياء المضرة بما ينفع كمثل استخراج السموم والاسحار او الاورام او اللي بكون عنده مثلا خراج او دم المعين بحاول انه يفتحه او ينظفه هاي الاشياء اللي جيدة لها ومن الافضل عدم البدء باي شيء جديد من الاعمال دي بتكون مهمة طبعا القمر زي ما حكينا موجود بالثور ولما القمر يكون موجود بالثور بهاي الفترة منشعر بالحذر اكثر ومن ميل للمحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب ان نعتمد على انفسنا ماديا وان لا نفكر في اقتراض المال من مصرف او من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج الدخار ويمكن شراءة عقار ما وقضاء وقت ممتع بالبيت او الاعمال المنزلية وبرضو هو جيد الاشخاص اللي بحبوا يقرؤوا روايات او بحبوا يشاهدوا تلفزيون او افلام او مسلسلات هذه الفترة امتازة او بصير في رغبة للامور هاي بشكل اكبر اما بالنسبة للزوايا الفلكية فاليوم عنا ثلاث زوايا فلكية اول زاوية هي زاوية التربيع سلبية راح تكون بين القمر وبين زحل وهاي راح تكون في تمام الساعة ثنتين وخمس وخمسين دقيقة فجرا او صباحا طبعا كل الاوقات بتوقيت من واجه مصاعب وعراقيل اللي بتطلب مننا ان نبذل جهد لنتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض لشجاع اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب الى الماضي بدل من مواجهة الحاضر اما بالنسبة للزاوية التي تريها وهي اللي حكينا عنها اللي هي القمر الجديد او قمر شهر شوال هاي طبعا زاوية اقتران لما بصير اي زاوية اقتران ما بين القمر والشمس يعني هي ولادة القمر او ولادة القمر الجديد او الهلال الجديد طبعا هاي الزاوية راح تكون زاوية الاقتران هي ايجابية رح تكون الساعة ستة وتسعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينج يعني سبعة مساء لو يجينا على توقيت الأردن يعني الساعة عشرة مساء على توقيت سوريا عشرة مساء عشرة مساء فطبيعة الحل اللي بدهم يراقبوا الهلال اليوم ما رح يشوفوه لأنه ولادة الهلال رح تكون في هذا الوقت وهي بحاجة دائما لوقت من ست عشر ساعة لحديث ما يبين خط الهلال المزبوط فهو عند غروب الشمس لليوم الآخر اللي هو يوم اطنعاش يادوب يكون أساسا يعني الهلال قد تكون يعني أو أصبح ظفري فعشان هيك هم رح يحسبوا أنه يوم الخميس أول أيام عيد الفطر السعيد ولكن فلكيا هو ببدأ الشهر ابتداء من يوم الثلاثاء مساء يعتبر أنه يوم الأربعة هو أول أيام العيد فلكيا فأحنا ما أن نبيه فلكيا ولأن لرؤيته أننا نحن نحكي علم ولكن الفتوى الشرعية هم حرين وفي رقابهم وأعناقهم طبعا هاي الزاوية بما أنها زاوية اقتران وإيجابية نولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء نتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تزديس برضو إيجابية وهي رح تكون بين القمر وبين نبتون ورح تكون فيه تمام الساعة التسعة وستة وأربعين دقيقة مساء بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية زي ما لحظته يعني هي طيلة النهار الزاوية سلبية هي اللي رح تأثر الزاوية الإيجابية من ساعات المساء بتبلش تأثر فالغالب رح يكون أنه القمر منتحس في هذا اليوم بالنسبة لخلو المسار القادم طبعا رح يكون يوم الأربعة بما أنه القمر في الثور فخلو المسار يوم الأربعة يوم 12.05 رح يبدأ في تمام الساعة 12 و23 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة 12 و42 دقيقة بعد الظهر لا ينتقل القمر بعدها لبرج الجوزاء أما بالنسبة لعمر القمر العمر القمر انحصار الهلال 29 يوم فيه تأمام الساعة 23 و33 دقيقة صباحا من صباح هذا اليوم بصير 30 يوم فعشان هيكي عند المساء بيكون بدأنا في واحد الشهر اللي هو اليوم الأول من شهر شوال نسبة الإضاءة بتكون صفر أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم 25 سعيد بنسبة 10% أما بالنسبة للثور القمر في الثور حتى يوم 12 خمسة منتحس بنسبة 40% زي ما سمعتو زاوية سلبية وحيدة وبرضو المنازل هي زواية سلبية أو منازل سلبية بالنسبة العطارد في الجوزاء حتى يوم 29 خمسة سعيد بنسبة 85% الزهرة في الجوزاء حتى يوم 26 منتحسة بنسبة 15% المريخ في السرطان حتى يوم 11 ستة سعيد بنسبة 30% المشتري في الدلو حتى يوم 13 خمسة يعني يوم 13 خمسة المشتري رح ينتقل ويصير في الحوت فرح نحكي عنه في يومه ما رح نستبق الحديث عنه ونصر نقول أنه الفترة الذهبية المميزة اللي مش عارف إيش الكلام الفاضي اللي بطلع فإحنا رح نذكر تأثيراته وإيش الزوايا اللي رح يشكلها وتأثيرها لكل برج إن شاء الله يوم 13 خمسة أو في توقعات 13 خمسة مزاج المشتري سعيد بنسبة 15% أما بالنسبة لزحل في الدلو حتى يوم 23 خمسة 23 خمسة زحل بده يبدأ عملية التراجع تبعته يوم 23 خمسة هو الآن منتحس بنسبة 10% أما بالنسبة لأورانوس في الثورة حتى يوم 28 بيبدأ عملية التراجع سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت طبعا بيبدأ عملية التراجع يوم 25 ستة سعيد بنسبة 15% وبالنسبة لبلوتوف الجدي هو بيتراجع وتراجعه رح يستمر لغاية 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا من أهم الأشياء اللي بتتركز عليها اليوم الحركة الفلكية وبما أن القمر موجود في برج الثور له علاقة بالمال فهذا بعطي فرص مالية بتكون مفاجئة أو بتكون دائما بتيجي من عمل إضافي بتدخل تحسين على ميزانيتكم وعندكم قدرة على تنظيم شؤونكم المالية بتعالج اليوم استحقاق مالي أهم شيء أنك ما تتسرع بضوظيف الأموال حاول أنك تدقق بالتفاصيل بتطمعن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم شيء أنك تتفاعل وتستغل الفرص بشكل جيد وتكون حكيم في إدارة أمورك المالية برج الثور ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط أهم شيء أنه اليوم تبادروا بخطوة جديدة دعم مركزكم الاجتماعي الثقة بتزيد أكثر وأكثر من الأيام الماضية بتتحسن عندكم المعنويات بشكل ملموس اليوم ممكن تنطلق في ورشة جديدة ممكن تتشجع لمواجهة أو لمعالجة أمر أو واقع كان صعب في الأيام الماضي تمارس إرادة قوية مع اندفاع وحماس عندك نشاط عالي جدا ممكن اليوم تنتصر على كثير من الاعتبارات أو تحول الأمور لصالحك بكثير من الأمور برج الجوزاء يعني ما زال القمر موجود في بيت المتاعب في برج الثور ضيله كمان يعني لا يوم كمان وبعدها بيوصل عندك الأجواء بتصير أحسن ولكن اليوم هذا تحديدا بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني بتكون تنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم يعني إذا تنتبه لعملك تنتبه لصحتك حاول أنك ما توقع على عقد ما تبدأ عملي جديد هذه فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء ما تقرر على شيء عشان ما يخيب أو ما تخيب آمالك تعتبر هذه من أسوأ أيام الشهر بما أنه الخمر مازال موجود في بيت المتاعب برج السرطان طبعا بظل التركيز اليوم على النشاطات مع الأصدقاء أو لقاءات الأصدقاء فبتسعدوا اليوم من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجأك أحدهم بتصرفاته أو بطلباته أهم إيش إنك ما تبقى وحيد الظروف واعدة بتعاطف وتأييد لتحركاتك بتفرح بدعم من جهاما برضو نجوم أو الكواكب بتتحدث عن لقاءات أو تعاون متبادل أو عن أشياء ممكن اليوم يكون لك يعني دعم من الأصدقاء أو مناسبة أو جمعة هيك فيها بعض الأصدقاء لا إليك برج الأصد طبعا اليوم مناسب جدا للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على عملهم بوسعكوا إثبات جدارتكم للمسؤولين ولكن بظل هذا بيت السمعة أهم شيء إنك ما تتذمر من كثرة الأعباء والضغوط يعني لأن الفترة هاي بيكون الضغوط فيها كبيرة لكنها فترة مهمة أهم شيء إنك ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك حاول إنك تسيطر على أعصابك قدر الإمكان حتى لو شعرت بالإنزعاج يعني حاول إنك تكون مرن شوي اتجاوز بعض الضغوطات على أساس إنه ما تختلق مشاكل برج العذراء بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا اليوم في أمور إلها علاقة بالسفر البعيد أو الاتصالات البعيدة أو مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم بترتفع المعنويات فرص النجاح بتكون ممتازة بشكل كبير وبتعود برضو للإمساك بزمام الأمور بشكل جيد هاي فترة إيجابية جدا حاول إنك تستغلها لأنها بتسهل من خلالها الحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب معك برضو بتحمل فرص لسفر محتمل برج الميزان ثم فرصة لمكسب مالي إلى صلة بشراكة أو تعويد ولكن صحتكم أو صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية أو للإهتمام سارع لتهدئة الخواطر وترتيب الأوضاع ممكن تتخلى عن مطالب أو عن خطوة اتصرف بدون تباطئ لتصحيح الأوضاع وإعادة بعض الأمور لنصابها ممكن أنك تنشغل بمعاملات أو أوراق أو أمور مالية قديمة أو أموال لإلك بتحاول إنك ترتبها أو بعض الديون بتحاول إنك تحصلها أو ترتب بعض الأمور المالية برج العقرب طبعا القمر مقابلك تماما فعشان هيك بعطيك إيجابية وبعطيك سلبية في نفس اللحظة إيجابيته إنه هذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بوسعك تعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية أو مع الأزواج أهم شي إنك تتجنب الإنفعال لأن طاقتك هنا هاي السلبية بتكون ضعيفة جدا لأن مفعلاتك هاي ممكن تخفي عداوة لا سيما مع الإدارات والمسؤولين أو مع شركاءك بحذرك من المشاركة بأي جدال أو صراع لأنك خاسر خسمك دائما في حال ضعف الطاقة بيكون أقوى منك فحاول إنك تكون حذر برج القوس رغم تراكم العمل أنتو عنكوا قدرة على إنجاز حصة الأسد من أعمالكم ولكن بتكت نظموا جدول غذائكم حاولوا تأخذوا قسط كافي من الراحة ما تلتهي في بعض الأمور أو الأمور الثانوية من المستحسن إنك تبدأ عملك باكر إذا أرد نتائج مرضية يعني بمعنى آخر إنه حاول إنك تنجز أعمالك تهتم بعملك أكثر ما تلتهي بالقشور هاي فترة مثمرة وسعيدة بتتلقى من خلالها النتائج لجهودك السابقة وبتنطلق في مرحلة جديدة برج الجدي طبعا اليوم الأجواء استثنائية ومميزة جدا والسبب إنه القمر موجود في البيت الخامس اللي هو بيت العاطفي اللي لك أو بيت الحضود اليوم رح ترغبوا في التقرب من أحبائكم أو رح يصير فيه شيء يجمعكم مع أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني أو هواية أو تجميلي مثلا ما تتردد في التعبير عن عواطفك حاول تكريس مزيد من الوقت لأحبائك في هاي الفترة بتنمو بعض العلاقات وبتزدهر ولكن لا تسمح للشؤون الشخصية أو المشاكل الشخصية بالتأثير على عواطفك أو بالتأثير على علاقتك مع الحبيب أو الأحباب بالفترة هاي برج الدلو طبعا القمر موجود في البيت الرابع يعني بيت البيت أو بيت العائلة رح يكون الاهتمام كله هو له اهتمام بالمساكن أو تعديل على ديكور على اهتمام مشتريات منزلية تعزيز الروابط العائلية مناسبة عائلية ممكن تنشغله بالمسائل العائلية بشكل كبير خلال هذا اليوم لا تترك أحد يحاول إحباطك أو يحبط طموحاتك أو يدخل في شؤونك حاذر من الخلافات قدر الإمكان حاول أنك ما تضخم الأمور بتبدو مرهف الإحساس متوتر بسبب قلق ما ممكن بعضكو يفكر في بعض الأمور اللي إلها علاقة بالسفر أو التنقلات فيه إشي له علاقة إما ارتباط أو وعكة صحية بتتعلق في أحد الأحبة فعشان هيك حاول أنك أنت تدارك الأمور وتتعامل بعقلانية برج الحوت بتنشطوه في أمور إلها علاقة بالدراسة بالسفر بالتنقلات القصيرة بالاتصالات اليوم عندكو سرعة بديهة عالية وقدرة على الإقناع مميزة وممتازة جدا رح تهتموا بمسائل إلها علاقة بالسيارات أو بالاتصالات هذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة أو يعني إتمام بعض الأعمال بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار حافظوا على الموضوعية والهدوء والرصانة يعني أثناء الحوار أو أثناء التعامل مع الأشخاص حاول أنك تكون واضح بكلامك ما تكون حاد برضو حصل نفسك بالمعنويات المرتفعة قدر الإمكان لأنه الإيجابية هي اللي دائما بتحصل من خلالها مكاسب اليوم رح تكون تنقلاتك مهمة ورح تتمتع بسرعة خاطر بقوة الفكر يعني اليوم رح تنجز بعض الأمور بشكل مميز جدا لأنه أنت عندك نشاط عالي وعندك حماسي ورغبي لإنجاز كثير من الأعمال هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء